بودنج اللوز وما قدير البودنج 1 و 4 كوب لوز مفروم نصف كوب حليب نصف كوب دقيق روز ونصف كوب حليب وبعدين 3 كوب حليب و 1 كوب سكر و 3 معلقة كبيرة مية ورد هنحط الثلاثة كوب حليب على النار و هنحط معاها السكر ومية الورد و لحد ما يغلو هنحط دقيق اللوز هاو اللوز المفروم ناعم مع نصف كوباية لبن عشان نتأكد انه هو ده كويس وبقى زيق المعجون هنعمل نفس الحكاية مع دقيق الروز واللبن بردو ندوبه مع بعض لوحدوهم الاول نتأكد ان الروز ده بكويس وبعدين نديفه لخليط اللوز وهندوبه مع بعض اللبن لما يسعد ننحط شوية هنا ونسيب الباقي يغلي وبعد كده هنرجع الكمية دي نقلبه على النار مع بعض اللبن لبن يغلي ممكن نحط دول دلوقتي وحنقلبه مع النار لازم نقلب على طول علشان ما ينزقش واول ما يدخنه يبقى في كثافة المهلبية يبقى كده خليط بودنج اللوز جاهز وزي ما احنا شايفين الكثافة بتاعته بقت تقريبا زي كثافة المهلبية وحيبتدي يغليقه يبقى كده خلاص نشيله من على النار وحنسيبه لحد ما يبرد ويوصل لدرجة حرارة الغرفة تقريبا وبعد كده حنحطه في كاسات للتقديم أو في طبق كبير للتقديم اشتركوا في القناة